السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة المحاضرة في الدينتال ساينس ومرة مهمة انه نعرف اجزاء الفم لانه احيانا الدكتور يطلب مننا نحط السكشن في مكان يطلب مننا نثبت مكان فلازم نعرف المكان اللي هو يقول لنا عليه المحاضرة في الدينتال ساينس اللي هي علامات المميزة في الوجه الناد ماركس اللي في الفيس يعني يقول لكم الوجه هو جزء اللي نراه او جزء الامامي في الرأس تمام هو انتيريار الفيس انتيريار للأرس يعني الفيس امام الأذنين زين and all that lies between the hairline and the shin كمان هو اللي يقع ما بين خط الجذور الشعر اللي هو الhairline والشن اللي هي الدقن طب region region of the face اللي هي مناطق الوجه the facial region can be subdivided into nine area as follows اللي هم قسمينها الى تسع مناطق اول شيء forehead رقم واحد forehead اللي هي ايش الجبهة forehead الجبهة extending from the eyebrows to the hairline اللي هي المسافة او الامتداد ما بين الحاجبين الى خط الشعر temples or temporal area اللي هي منطقة الصدغ رقم اثنين في الصورة منطقة الصدغ اللي نسميها بالعربي اللي هي الصابر منطقة الصدغ posterior to the eyes اللي هو خلف العين طيب orbital area لما يقولكم orbital area اللي هي منطقة اللي حوالين العين containing the eye and covered by the eyelids اللي هي حوالين العين orbital area اللي هي منطقة اللي حوالين العين طيب عندنا المنطقة الرابعة اللي هي external nose او الانف الخارج الاكسترنال نوز او طرف الانف الزايقوماتيك area او المالر area الزايقوماتيك area اللي هي الزايقوماتيك area اللي هي رقم خمسة او عظم الخد the prominence of the cheek او بروز الخد العظم البارز في الخد mouth and lips رقم 6 mouth and lips اللي هي الفم والشفتين رقم 7 cheek اللي هي منطقة الصدق orbital area اللي هي حوالين العين external nose اللي هو الانف zaygوماتيك area اللي هي بروز العظم الخد mouth and lips اللي هي الفم والشفتين cheeks اللي هي جنب الانف هذه العضلة عضلة الخد اللي جنب الانف chin الذقن وال external ear اللي هي الاذن الخارجية طب features of the face او تركيب الوجه الوجه يتركب من ايش طيب the dental assistant should be able to identify the following 13 important facial feature انو لازم dental assistant تكون تعرف الثلاثة عش تركيب في الوجه في في وجه الانسان اول شي the outer canthus ايش هو الكنثس الكنثس اللي هو زاوية العين زاوية العين outer canthus اللي هو زاوية العين الخارجية لجهة الصدق inner canthus اللي هي زاوية العين الخارجية لجهة الانف طيب the outer canthus of the eye is the fold of the tissue at the outer corner of the eyelids اللي هو زاوية العين الخارجية the inner canthus of the eye is the fold of tissue او صفطة الانسجة اللي موجودة at the inner corner of the eyelids تمام طيب اللا يعني ايش اللا اللا من كتابتها شوفوا اللا اللي هو خط في النص الانف والأيمين يصار اللي هي فتحات الانف فالألة أساسا هي اللي هي فتحة او جناح الانف off the nose is the wing like tip on the outer side of each nostril اللي هي الجناح الانف ما لها يعني ترجمة ثانية بس يعني اكيد انتم عارفين اشوفوا في الصورة الثلاثة وين هتعرفونها يعني كل ناس يسمونها اسم ثاني يعني اسم مختلف بس على حسب الصورة شوفوا الصورة او الكلمة اللا اللا اللي هو اللا صار كانوا رسمة انف خط دوارتين فالالا اللي هي ايش فتحة او طرف فتحة الفلترم 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 اللي هو الخط ما بين الاسفل الانف الى حد الشفة او المنطقة اللي زي فيها زي الخفصة كده اللي فنص ما بين الانف والشفة the فلترم is the rectangular area between the two ridges running from under the nose to the midline of the upper lip تمام طيب التراغس شو التراغس التراغس اللي هو شوفوا رقم خمسة في الصورة وين محتوطة رقم خمسة هذي رقم خمسة هذي هنا الخط اللي يجي هنا كده هذا هو الفلترم هذا هنا الالة هذي هنا التراغس هذا الجزء الغضروفي في الاذن هذا هو ايش هو التراغس تمام التراغس of the ear is the cartilogenous projection anterior to the external opening of the ear اللي هي الجزء الغضروفي في فتحة الاذن طيب طيب ناجن is the midpoint between the eyes اللي هي رقم ستة اللي هي النقطة محل ما الهنود يحطون نقطتهم نقطة الهنود اللي يحطون ها بين الحواجب هذن النقطة اسمها ناجن is the midpoint between the eyes just below the eyebrows on the skull this is the point where the two nasal bones and the frontal bones join يعني هذن النقطة اللي هي ما بين الحاجبين هي النقطة اللي يندمج فيها العظمي النازل bone وال frontal bone احنا عندنا الفرنتال bone عظمين فهذن النقطة هي العظمين طيب رقم سبعة اللي هو the the glabella المكان مكانة الناجن النقطة الهنود النقطة اللي فوق ها بالضبط اللي هي glabella is the smooth surface of the frontal bone الجزء الاملس من frontal bone also the anatomical area directly above root of the nose يعني هذا اللي ما بين الحواجب اللي هو root of the nose اللي هي المنطقة اللي فوقها هذي اللي هي اسمها glabella أو النقطة اللي مش فوق نقطة الهنود اللي مش نقطة الهنود النقطة اللي فوق بالضبط رقم سبعة طيب the root ايش هو الروت الروت اللي هو اصل الانف او bridge of the nose اللي هي شوفوا الصورة هنا هذه المنطقة هذه اسمها ايش او اصل الانف اللي هي ايش the root root of the nose طيب the root is commonly called the bridge of the nose او جسر الانف طيب السبتم شوفوا الصورة رقم تسعة فين السبتم اللي هي هذا الجزء من الانف اسمه ايش سبتم سبتم اسمه ايش سبتم the tissue that divides the nozzle cavity into two nozzle fossa اللي هو الجزء اللي يقسم لي ال nozzle cavity الى قسمين تمام طيب رقم عشرة the anterior naris is the nostril اللي هي فتحات الانف اسمها the anterior naris the anterior naris طبعا كم عندنا anterior naris في الوجه عندنا ثنتين فتحتين انف تمام طيب رقم 11 اللي هو the mental proto brainus the mental proto brainus of the mandible of forms the shin اللي هي الذقن منطقة الذقن طيب the angle of the mandible اللي هو رقم 11 اللي هي زاوية الفك السفلي المنطقة هذي شوفوا رقم 11 عندي هنا هذي هنا عندي العظم الفك وعندي هنا العظم الفك يصير كذا فالزاوية هذي اسمها angle of the mandible طيب الزايقوماتيك الزايقوماتيك ارش اللي هي العظم هذا اللي موجود في هذا المنطقة البارز اللي هو الزايقوماتيك ارش او قوس الزايقوماتيك الزايقوماتيك ارش the create the prominence of the شيك هو اللي يعطيني بروز في عظم الخد تمام طيب the oral cavity الحين the entire oral cavity is lined with mucus membrane tissue كل الفم من جوة مغلف بايش بالميوكس membrane أو النسيج المخاطئ this type of tissue is moist is moist and is adapted to meet the needs of the area is covered يعني دائما هذا النسيج في الفم دا ما يكونش فيه رطب ويكون يلبي احتياجات المنطقة اللي هو يغطيها طيب the oral cavity اول شي ايش هو الفيستبيول يعني ايش الفيستبيول الفيستبيول اللي هو نقطة التقاء the space between the teeth and the inner mucosal lining of the lips on and cheek يعني مكان ما تنتهي اللثة اللثة نسيجها صلب اللي فوق الاسنان مكان ما تنتهي اللثة ويتلتقي بالميوكس ممبرين حق اللب الامامية والشيك اللي هو الخط هذا اسمه ايش فيستبيول هذا هنا هذا الخط العميق اللي داخل هذه عندي نسيج اللثة وهذا فوق عندي نسيج اللي هو الميوكس تشو مكان التقاءهم هنا اسمه ايش فيستبيول مكان الالتقاء هنا هذا المكان العميق هذا اعمق نقطة في الفم هذه اسمه ايش الفستبيول طيب يعني ايش لما افتح الفم حصير فيه فراغ صح فوق اللسان وتحت البلت تجويف الفم فراغ تجويف الفم هذا هنا هذا المكان هذا كامل اسمه تمام اللي هو اللي هي هاذ المسافة اللي حتنفتح لي اسمها تمام طيب الفستبيول حيقسم لي الآن الفستبيول الفستبيول عندنا انترا اورال فستبيول يعني هي حتبدأ لي من الامام من هنا اللي هي الفستبيول منطقة الفستبيول حتبدأ لي من وين حتبدأ لي من الامام من هنا حتكمل حتكمل لغاية آخر الأسنان ورا في الفيلربون يعني هذه منطقة الفستبيول الآن انا قل لكم منطقة الفستبيول اللي هي منطقة الثانية مكان ما تلتق اللثة مع النسيجة تشوه هذه المنطقة حتكون هي الفستبيول حتكمل لغاية آخر الارش وهنا نفس الشي حتكمل لغاية آخر الارش طيب هنا عندي كمان فيستبيول حتبدأ لي من هنا من الأمام حتكمل لي لآخر الأرش وهنا نفس الشيء حتكمل لي لآخر الأرش اللي هي الانر قلنا الانترا أورال فيستبيول بيجنز اوف ذا انسايد اوف ذا لب اللي هي تبدأ من داخل الشفة وتمتد حتى آخر الأرش في المانديبلر في المكزيلري تمام The vestibules are lined with the mucosal tissue الفيستبيول مبطن بايش بميكوسال tissue أو نسيج مخاطي طيب النسيج المخاطي اللي موجود في الفيستبيول هذا نسميه vestibular mucosa مش هو يغطي الفيستبيول طب خلاص يعني نسميه vestibular mucosa The texture of the vestibular mucosa is thin red and loosely bound to the underlying alveolar bone يعني الملمس حق الفيستبيول ميكوسا رقيق ولونه أحمر ويتحرك لين يتحرك وهو إيش تحته مرتبط بالأنسجة اللي تغطي من اللي تغطي الفييلر بون تمام طيب لما أقول لكم باكة الفيستبيول من اسمها وين تقع الباكة الفيستبيول وين تقع الباكة الفيستبيول اللي هي تقع وين في منطقة الباكة is the area between the cheek and the teeth or alveolar ridge تمام طيب البراطويد بابلة هذا عندي عندي الباكة الفيستبيول هذا هنا باكة الفيستبيول وهذا هنا باكة الفيستبيول هذا فوق أبر هذا اللي تحت لور تمام البراطويد بابلة أو بروز غدة البراطويد اللي هو هذي متصل بالغدة اللعبية اللي هو غدة البراتويد تمام هو يقول لك بروز نتيجي يغطي ويحمي فتحة الغدة اللعبية اللي هي البراتويد أو القناة اللي اسمها الميكوبكال فولد is the base of each vestibule where is the baccal mucosa meets the alveolar mucosa طيب الحين هنا انا قلت لكم نسيج الفم نسيج الفم كله في ايش في ميكوسا يعني هذي تعتبر ميكوسا هذي ميكوسا هذي ميكوسا هذي ميكوسا انا كيف اسميها اسميها كل واحد على اسمها او المكان اللي ترتبط فيه تمام طيب عندي هنا هذي البكة الاريا فالميكوسا حقتها شاسمها بكة الميكوسا طيب عندي هنا الالفيلر اريا هذي المنطقة اسمها الفيلر اريا فالميكوسا اللي عليها اسمها الفيلر ميكوسا تمام طيب منطقة الالتقاء بينهم مكان الالتقاء بينهم شاسمه اللي هو ميوكوبككال فولد او مكان التقاء ايش the base of each فستبيول where is the بككال ميكوسا meets the الفيلر ميكوسا اللي هي اخر نقطة اعمق نقطة في وين اعمق نقطة في وين قلنا في اعمق نقطة الحين هنا عندي الالفيلر بون هذا الالفيلر ميكوسا وهذا عندي الالفيل اللي هو البككال ميكوسا مكان التقاء هذي المنطقة مكان التقاء هنا او ثانية اللي يلتقون فيها هنا اسمها ايش اسمها ميوكوبككال ميوكوبكال فولد طيب طيب الليبيل عند اذر فرينولا اللي هي الفرينم ايش يعني فرينم هذا الشي تشوفون هذا الشي المشدود هذا الشي المشدود او الفايبر المشدود هذا اسمه ايش اسمه فرينم كمان عندي في الصورة الثانية بوريكم هذه الصورة هذا الشي المشدود هنا وهذا 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 هذه كلها اسمها ايش اسمها فرينم ش اسمها اسمها فرينم طبعا هذه مكزيلري فرينم اللي فوق واللي تحت يصير اسمها ايش اسمها منديبلر فرينم طب عندي هنا تحت عندي هنا هذه وحدة وهذه ثنتين اللي هي الفرينامز تمام طب الفرينام هذي هي نسيج شوية قاسي انارو از انارو باند باند يعني رباط يعني بيكون شوية قاسي that connect two structures اللي هو يقول لكم نسيج ضيق يربط او رابط يربط مين يربط جزئين مع بعض الماكزيلاري اللي زي يشوفون عندي هنا في الصورة الماكزيلاري الليبيال فرينام يعني الشفة وماكزيلاري يعني الفك العلوي فرينام هذا اسمها فرينام تمام فانا اسميه على المكان اللي هو يربط بينه هو يربط بين الماكزيلاري واللابيال فاقول ماكزيلاري لابيال ايش فرينام تمام طيب اللي تحت حصير اسمه ايش هذا حصير منديبلار لابيال فرينام منديبلار لابيال فرينام ماكزيلاري فرينام باسز فروم باسز فرينام باسز فرينام اللي موجود تحت اللسان بيرمننت مولر تمام يقول لكم في الجزء اللي عند الفيرست بيرمننت مولر باكزيلاري to the midline of the ventral border of the tank اللي هو يمر من قاعدة الفم الى الجزء المتحرك تمام اللي في اللسان طيب جنجفة يعني ايش لما اقول لكم جنجفة الجنجفة اللي هي اللثة الجنجفة is masticatory masticatory mucosa that covers the alveolar process of the jaw and surrounds the neck of the teeth هي يقول لكم هي نسيج من الماستيكري ميكوسا تغطي الالفيلار بون في الفكين الاعلى والاسفل وهي كمان اللي هي تحدد او تغطي قاعدة السن تمام طيب صفاتها او characteristic of normal جنجفة tissue النسيج الطبيعي نسيج اللثة الطبيعي ايش هي موصفاته يقول لكم الجنجفة surround the tooth like a color and a self cleansing يقول لكم نسيج الجنجفة يحاوض السن كالطوق بالضبط ويكون ايش نسيج الجنجفة يكون ينظف نفسه بنفسه بايش بالسلايبا طيب firm and resistant and can be tightly adapt to the tooth and the bone قاسي ومقاوم ويكون مشدود بشكل تمام حوالين السن والعظم طبعا اتكلم عن healthy جنجفة مش الجنجفة اللي فيه جنجفة جنجفة زي صير عنده نزول في اللثة وحالته حالة تكلم عن اللثة الصحية زي اللي في الصورة والضبط surface of the attached جنجفة and intra dental are stibled and resemble the range of an orange يقول لكم سطح الجنجفة والمنطقة في الانترادور الانترادنتل اللي ما بين الاسنان هذي المثلثات اللي ما بين الاسنان من الجنجفة يكون سطحها اشبه بقشر البرتقال يعني ما تكون مش دودة ملسة مية بالمية لا تكون فيها شوي بروزات اشبه بقشر البرتقال the color of the gingival surface varies according to the individual big mintation يعني يقول لكم لون اللثة يكون متنوع ما في لون محدد لللثة على حسب عرقية الشخص او التصبغات اللي موجودة عند الشخص يعني في ناس عندهم لثتهم بنية غامقة بس هي طبيعية كذا هي خلقتها كذا لثتهم سليمة ما فيها شي مش ضروري اللثة تكون وردية عشان انا احكم على هي سليمة ولا لا في ناس لثتهم خلقة من الله غامقة في ناس لثتهم حمرة في ناس لثتهم وردية في ناس لثتهم زي اللي في الصورة ذي برتقالي فاتح فعلى حسب البقمن ايشن او التصبق عند الشخص او العرق فحتبين لون اللثة طب الان اتاتش جنجفة عندي الجنجفة في جزء اللي هو ان اتاتش في جزء اللي هو اتاتش يعني في جزء مرتبط في جزء شوية حر as لون as marginal جنجفة او free جنجفة is the border of the جنجفة that's around the teeth in color like fashion اللي هي الجزء نهاية جزء اللثة اللي حاوط السن بشكل كطوق موجود تمام اللي هي free جنجفة شوفوا هذي عندي الجزء من الجنجفة هذي المنطقة المثلثة هذي اسمها ايش free جنجفة اسمها ايش free جنجفة هذي المنطقة هذي المنطقة اسمها ايش free جنجفة تمام طيب وهي تحاوط للسن من جميع الجهات مثل الطوق it is usually light pink or coral دائما تكون غالبا اللي هي لونها وردي فاتح او coral اللي هو نوع من انواع الدرجات الوردي تتراوح من بين البنفسج الغامق الى الوردي الفاتح تمام is not bound to the underlying tissue of the teeth زي ما احنا شفنا الفري جنجفة هذي جزء الفري جنجفة ما يكون متصل مع السن ما هو متصل مع السن زي ما قلنا هي free جنجفة طيب it consists of the tissue from the top the gingival margin to the base of gingival sulcus تمام اللي هي متوافقة متوافقة يقولكم هي متوافقة مع الانسجة اللي تحتها اللي هي الجنجفة المارجن والجنجفة السلكس تمام طيب then اتاشت جنجفة is usually about one millimetre wide هذا الجزء اللي free جنجفة عادة يكون عرضه ايش مليمتر واحد تمام the sulcus is the space between tooth and the gum where where is popcorn husk become lodged اللي هو السلكس هذي المنطقة تشوفونا السلكس يعني جيب هذي المنطقة هذي عندي الفري جنجفة وهذا السن هذي المنطقة اللي في النص اسمها ايش اسمها السلكس او الجنجفة السلكس وهنا هذا المكان هو اللي تنشبلي فيه لما اكل فشار تنشبلي فيه ايش قشور الفشار تمام طبعا هو موجود هذا مش مريض هو موجود كده بشكل طبيعي طيب the end attached جنجفة is the first tissue to respond to inflammation لما يصير عندي التهاب في اللثة اول جزء يتأثر في التهاب اللثة واشوفو محمر وينزف هذا الجزء هذا الجزء اول ما يبدأ يصير احمر مرة وفيه دم وفيه تراجع يبدأ يكسري يكسر لما يتراجع لي تماما يصير عندي السن مكشوف هذا ايش هو من علامات التهاب اللثة الطيب الانترادنتل جنجفة انترادنتل يعني ايش يعني بين الاسنان انترادنتل يعني بين الاسنان ما بين الاسنان